ولدنا النهاردة عندهم إدمان على السوشيال ميديا التيك توك فيديوهاته الريلز الشورتز الفيديوهات القصيرة هي دي بقت منبع المعلومات بالنسبة لجيل كامل تأثير ده على أطفالنا في هذا الجيل يبقى عامل إزاي من فيما يتعلق به السلوك أو النشاط الاجتماعي إحنا خلينا نتكلم الأول على تأثيرها على الطفل عمتاً أول كبير أو الصغير بشكل عام أولاً السوشيال ميديا وإن إحنا نبقى نتواصلين بها على طول أو مستمرين في التعامل معها الوقت كبير ده ممكن بيأثر علينا إن كان نفسياً بيدخلنا في مراحل الإدمان وثلاث تربع الناس دلوقتي إذا ما كانش كلهم إلا ما رحم ربي بقى مضمن للسوشيال ميديا كبير وصغير طب إحنا بيأثر علينا إيه لما بنبقى إدمان إحنا عندنا مادة اسمها مادة الأجمعين دي الهرمون الخاص بالسعادة والرضا فهتلاقي دايماً إحنا عندنا تأهب إن جاي لك لايك بتجري بسرعة تتفرك اللايك بتضحك وبتنبسط طب جاي لك أي حاجة تانية إنت عملت مثلاً فيديوز وتحصلوا شير ده شايره ده شايره ده شايره فبتبقى دايماً الدماغ عندها حالة تأهب إن هي بيجي لها إشارة بالسعادة فما بقى كل السعادة إحنا بقى في وقت دايماً مفيش رضا هل بقى إشارة النوتيفيكيشنز دي والإشعارات دي؟ بالضبط هيا بقى إشعارات السعادة الحقيقية؟ لا مش الحقيقية بس بقى إتدي للدماغ أردر إن أنا سعيد حتى لو السعادة دي مزيفة صحيح مش حقيقية فابتدينا نشوف بسبب الإدمان للسوشيال ميديا عندنا أمراض تانية بقى الاكتئاب بقى القلق بقى التوتر بقى عدم الرضا عن النفس والأرق والأرق ما هو التوتر من ضمن كمان إن أنت بيبقى عندك أرق تجي مشاكل تانية بقى صحية إن إحنا بندخل في عدم النوم عدم التغذية كويسة عدم الرياضة وكل ده بيسيب كبير وصغير المشكلة إن إحنا في الفترة الأخيرة بقى عندنا أحسيئيات إن كمان الأطفال من سن سنتين لسن تسعة سنين ابتدينا نشوف مراحل اكتئاب وده ما كانش بيبقى موجود عند الأطفال في السن ده ليه؟ لإن بقى تلت تربع الوقت ماما عايزة تخلص من زنه عايزة تخلص من نهاية بتعمل حاجاتها بابا مش عايز دوشة بيشتغل يديله الموبايل لا ده كان زمان دلوقتي بياخدوا الموبايل ويزنوا برضو عايت ده ده الأبدات الجديدة وطلع المرحلة اللطيفة ده ده الأبدات الجديدة بقى عندنا مشاكل في العين مشاكل في الظهر بقى فيه تقاوس في الظهر عند الأولاد فيه تيبس في بعض الفقرات أو في بعض المفاصل ده بسبب إنه بيعد فترة كبيرة ما بيتحركش وخلانا بنيوصل بقى النرحلة اللي أنتو بتتكلموا عليها دي العزلة الاجتماعية إنه بقى خلاص هو منصاق في الموبايل ما بقاش عندنا أصحاب زي زمان ما بقناش بنخرج بقنا ببقى زي بالضبط بيديني إحساس إن الولد عنده توحد أو عنده توحد هو أصلاً ما عنده توحد هو بقى عنده نعزال بسبب البابايل أقول حضرتك حاجة على مدار سنين طويل جداً كان فيه لعب بيتوارسها المصريين جيل بعد جيل ولم تتغير الاستغماية اللي مش عارفة ما بقيتش موجودة الحبل نط الحبل الحاجات اللي كنا بنشوفها واحنا أطفال وأجدادنا وأبهاتنا كانوا